حدثنا حسين يعني ابن محمد حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن عبيد الله بن خنيس الغفاري عن عبد الله بن سلمين قال ما بين كداء وأحود حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا حدثنا عبد الله بن الحريث حدثني الضحاك عن أبي النظري عن أبي سلمة بن عبد الرحمة عن عبد الله بن سلمين قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إن نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل لها عز وجل شيئا إلا أعطاه ما سأله فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض ساعة قال فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو النظري قال أبو سلمة سألته أية ساعة هي قال آخر ساعة النهار فقلت إنها ليست بساعة صلاة فقال بلى إن العبد المسلم في صلاته إذا صلى ثم قعد في مصلىه لا يحبسه إلا انتظار الصلاة حثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن يعلي أبو محياتا للتيميو عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن أخي عبد الله بن سلامين عن عبد الله بن سلامين قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلامين فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلامين حثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا زرارة قال قال عبد الله بن سلامين حا وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلامين قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ان جفل الناس عليه فكنت في من ان جفل فلما تبينت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلامين قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ثم لقيت عبد الله بن سلامين فذكر الحديث ثم قال عبد الله بن سلامين قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني ولا تضن علي قال قال عبد الله هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال أبو هريرة كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم يصلي وتلك ساعة لا يصلي فيها قال عبد الله بن سلامين ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر فيه الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي فقلت بل قال وقرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث اللا الطيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ثم لقيت عبد الله بن سلامين فذكر الحديث ثم قال عبد الله بن سلامين قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني ولا تضن علي قال عبد الله هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال أبو هريرة كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم يصلي وتلك ساعة لا يصلي فيها قال عبد الله بن سلامين ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر فيه الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي فقلت بل قال فهو ذاك عثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلقيت عبد الله بن سلامين فحدثته حديثي وحدث كعب في قوله في كل سنة قال كذب كعب هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة قلت إنه قد رجع قال أما والذي نفسه عبد الله بن سلامين بيده إني لا أعرف تلك الساعة قال قلت يا عبد الله فأخبرني بها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال قلت قال لا يوافق مؤمن وهو يصلي قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي قلت بل قال فهو كذلك حان إسحاق بن يوسف حدثنا أبن عوين عن محمد عن قيسي بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فدخل فصل ركعتين فأوجز فيها فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدث كلمة إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه رأيت كأني في لوضة خضراء قال ابن عوين فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي أصعد عليه فقلت لا أستطيع فجاءني من صف قال ابن عوين عوين هو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد عليه فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فلوضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقة أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله بن سلامين حثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطائي بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلامين قال تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى فلم يقم أحد منا فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها حثنا يعمر حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن عبد الله بن سلمين حدثه أو قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمة عن عبد الله بن سلمين قال تذكرنا بيننا فقلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله وهبنا أن يقوم منا أحد فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا حتى جمعنا فجعل بعضنا يشير إلى بعض فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح لله ما في الصموات وما في الأرض إلى قوله كبر مقطن عند الله قال فتلاها من أولها إلى آخرها قال فتلاها علينا أبن سلمين من أولها إلى آخرها قال فتلاها علينا عطاء بن يسار من أولها إلى آخرها قال يحيى فتلاها علينا هلال من أولها إلى آخرها قال الأوزعي فتلاها علينا يحيى من أولها إلى آخرها حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيبي بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقم خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله عز وجل يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأيتك أن رجلا أتني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بمنهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يسار فأردت أن أسلكها فقال فقال انك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل انزلق فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقر ولا أتماسك فإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فأنا أرجو أرجو أن أكنا من أهل الجنة قال وإذا هو عبد الله بن سلامين حثنا عفا نحدثنا حماد بن سلامة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم اللي الطيمي عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة وأحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل لها فيها خيرا إلا أعطاه إياه فقال كعب صدق الله ورسوله هي في كل سنة مرة قلت لفنظر كعب ساعة ثم قال صدق الله ورسوله هي في كل شهر مرة قلت لفنظر ساعة فقال صدق الله ورسوله في كل جمعة مرة قلت نعم فقال كعب أتدري أي يومين هو قلت وأي يومين يومين هو قال فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه مصيخة إلا الثقالين الجن والإنس خشة القيامة فقدمت المدينة فأخبرت عبد الله بن سلمين بقول كعب فقال كذب كعب قلت إنه قد رجع إلى قولي فقال أتدري أي ساعة هي قلت لا وتهلكت عليه أخبرني أخبرني فقال هي فيما بين العصر والمغرب قلت كيف ولا صلاة قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة ترجمة نانسي قنقر